بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ما زال الحديث أيها الحبة حول التساؤلات القرآنية التي قد تعرض لنا ونحن نتلو القرآن في هذا الشهر الشريف والتي لا يمكن أن نتجاوزها إلا بفهم يزيل الإشكال العقدي أو الفكري الذي قد يلتبس في عقولنا ولو كان هذا الفهم بالحد الأدنى نشير اليوم لهذا التساؤل بقول إبراهيم عليه السلام فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي كيف يمكننا قبول هذا المعنى؟ كيف يقول إبراهيم هذا القول؟ أليس هذا إشكال عقائدي كبير؟ أليس ذلك منافياً للتوحيد؟ في مقام الإجابة يوجد العديد من الإجابات الشافية التي يريدها العلماء الأجلاء ونحن هنا نشير إلى رواية واحدة عن الإمام الرضا عليه السلام يقول الإمام عليه السلام إن إبراهيم وقع على ثلاثة أصناف صنف يعبد الزهرة وصنف يعبد القمر وصنف يعبد الشمس وذلك بعد أن خرج من السرب الذي أخفي فيه لأن إبراهيم قد أخفي ما يقارب ثلاثة عشر سنة في ذلك الكهف الذي ولد فيه إلى أن جاءت السنة التي توفي فيه والده لتتزوج أمه بعمه آزر فلما جن عليه الليل رأى الزهرة فقال هذا ربي على الإنكار والاستخبار أي أنه هنا لا يخبر الجملة ليست خبرية بل إنشائية على الإنكار والاستخبار أي أنه قال حينما رأى الزهرة هذا ربي أو هذا ربي أي أنه يستنكر أو يستخبر عن الأمر لا أن يخبر عن الأمر ويقول هذا ربي فلما أفل الكوكب قال لا أحب الآفلين لأن الأفولة من صفات الحدث لا من صفات القديم فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي أيضا على الإنكار والاستخبار لا على الإخبار والإقرار أي بمعنى أنه قال هذا ربي يقصد القمر فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما أصبح ورأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر هذا أكبر من الزهرة وأكبر من القمر أيضا على الاستخبار على الإنكار لا على الإخبار والإقرار فلما أفلت قال للأصناف الثلاثة من عبدة الزهرة والقمر والشمس إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات حنيفاً وما أنا من المشركين وإنما أراد إبراهيم عليه السلام بما قال أن يبين لنا بطلان دينهم أن العبادة لا تحق لمن كان بصفة الزهرة والقمر والشمس إنما تحق العبادة لخالقها وخالق السماوات والأرض وكان ما احتج به على قومه مما ألهمه الله عز وجل وآتاه وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ونورد هنا فساؤلاً آخر عن قول إبراهيم عليه السلام رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي التساؤل هنا كيف يسأل إبراهيم هذا السؤال الذي لا نقبله على مؤمن عادي المؤمن العادي لا يتساءل هذا السؤال المؤمن العادي يؤمن بأن الله يحيي ويمين فكيف بهذا النبي من أولي العزم عليه السلام أيضاً هنا في مقام الإجابة هناك العديد من التفاصير في هذا القوم ولكن نورد أحدها فقط وهي أيضاً رواية الإمام الرضا عليه السلام يقول الإمام الرضا عليه السلام إن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم عليه السلام أني متخذ من عبادي خليلاً وحي إلهي من الله إلى إبراهيم أنني سوف أتخذ خليلاً ما علامة هذا الخليل الذي سأتخذه إن سألني إحياء الموت أجبته فوقع في نفس إبراهيم عليه السلام القول الإمام الرضا عليه السلام فوقع في نفس إبراهيم عليه السلام أنه ذلك الخليل فقال ربي أرني كيف تحيي الموتى إبراهيم أراد أن يكون هو خليل الله فبادر بهذا السؤال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي على الخلة أي أطمئن أنني أنا خليلك يا رب لا على أصل إحياء الموتى قال خذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءاً ثم ادعهن يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز حكيم فأخذ إبراهيم نسراً وبطاً وطاوساً وديكاً وقطعهن وخلطهن ثم جعل على كل جبل من الجبال التي حوله وكانت عشرة منهن جزءاً وجعل مناقيرهن بين أصابعه ثم دعاهن بأسمائهن ووضع عنده حباً وماءاً فتطايرت تلك الأجزاء بعضها إلى بعض حتى استوت الأبدان وجاء كل بدن حتى انضم إلى رقبته ورأسه فخلى إبراهيم عليه السلام عن مناقيرهن فطرنا ثم وقعنا فشربنا من ذلك الماء والتقطنا من ذلك الحب وقلنا يا نبي الله أحييتنا أحياك الله فقال إبراهيم عليه السلام بل الله يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير